لأن أنا ابن فلان وأنا منظري أحسن من منظر غيري وأنا دابتي أفضل من دابة غيري وأنا أركب السيارة في هذه الشوارع التي هي شوارع مسلمين في الأغلب ولأن سيارتي حديثة أريد أن أقفز عن من عمامي شياطين شياطين يركبون البيئة التي لا يركبها إلا من لا مروعة له إلا أن يتقي الله عز وجل وقد ركب عمر بن الخطاب البرذون والبرذون هذا هو نوع من أنواع الخيول الذي يختال يعني يرقص إذا ركبته فقال عمر أنزلوني عن هذا الشيطان كاد أن يذهب بنفسي ويقول لك صاحب البيئة أم لست بمتكبر ويريد أن يقفز عنك ويسير بأسرع سرعة ولا خلاق له عند الله ولا مروعة إلا أن يتقي الله وقليل معهم ليس بينه وبين أحد هواده ومن أراد لحب الجنة اللحب في اللغة هو الطريق الواضح الواسع من أراد لحب الجنة طريق الجنة الواضح ليس فيه قولان ولا خلاف فيه بين العلماء فعليه بالجماعة ما هي الجماعة؟ هذه جماعة الصلاة في المسجد جماعة مشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم جماعة مشاركة الناس في جنائزهم جماعة مشاركة الناس في أعراسهم جماعة طريق الجنة الواضح قال فإن الشيطان مع الواحد إذا كنت تختار أن تكون واحدا تنجو فقط بطريق واحدة فأكدت له إذا نحتزل الناس وبعض الناس وقد رأيت من هؤلاء الشياطين من الناس الذين يقولون لا نحب أن نسكن بين المسلمين وطبعا بين المسلمين يعني قريب من المساجد لماذا قال يعني المسلمون بعضهم أخلاقهم سيئة وهذا حقيقة لكن أين يختار أن يسكن يسكن بين قوم لا يوجد بينهم واحد ولا يوجد بينهم مسجد ثم ينطبع بعد ذلك بطباعهم والله أعلم على أي شيء يموت فإن الشيطان مع الواحد لك حل واحد إذا أردت أن تكون وحيدا وهو أن تسكن في الجبال مع الغنم والإبل والحمير وأن تعتزل خلق الله أما أن تعيش في قلب أوروبا وتقول إذا أعتزل الناس فأنت معتزل الناس مع الشيطان طبعا أكيد هذا هذا لا غوار عليه أنت معتزل لكن معتزل مع الشيطان الرجيم لأنك لا تست صاحب إبل ولا صاحب غنم ولا تعتزل الناس في الجبال تعبد الله وتكف شرك وخيرك عن الناس لا تستطيع أن تفعل هذا في أوروبا لا تستطيع فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد يعني كل ما زاد العدد كلما كان الشيطان أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فيكون الشيطان ثالثهما أي رجل أي رجل صديق إمام شيخ شيخ الإسلام العلامة إذا خلى بامرأة كان الشيطان ثالثهما لماذا؟ لأنه رجل إلا أن يكون أمزع الرجل يميل إلى المرأة طبعا إلا أن يكون ناقصا في رجولته والمرأة تميل إلى الرجل طبعا إلا أن تكون ناقصة في أنوثتها ولأجل هذا لا يختلي رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن الذي إذا فعل الحسن فرح لم يتكبر فرح لأن الله وفقه وصامر رمضان كله ولم يغتب أحدا وصل الصلوات كلها ولم ينقص منها شيئا وزكى ماله كاملا ولم ينقص درهما سرته حسنته وساءته سيئته لأن الإنسان سيسير وسيقع في الإثم ورحمة الله واسعة ما دام العبد يذنب ويستغفر إلا أن يصعر وساءته سيئته